كما تعلمون في نهاية 2022 كانت توجه الحكومة لإصدار استراتيجية وطنية طويل الهيدروجين والاستراتيجية هذه لازم فيها خمس عناصر أساسية خمس عناصرية لتطوير شعبة الهيدروجين هذه الشعبة الجديدة والواعدة على المدى البعيدة من بين هذه الاستراتيجية هو تطوير رأس المال البشري لازم تحضر على رأس المال البشري ونحن قمنا قامة اللجنة الوطنية بإدخال منهج في التعليم العالي ومنهج في مؤسسة تكوين قطاع الطاقة لتحضير إطارات ولتحضير تقنيين في مجال الهيدروجين الثاني أنصر أساسي وهو تحضير القوانين كل القوانين تضبط وتنظم هذا الشعبة الجديدة سواء الإنتاج سواء في توزيع سواء في النقل وكما تعلمون الإدروجين هو الفكتوريين الإنرجيتيك خطير يعني لازم تكون هناك عندك نظم في الأمن انتعوا لازم حضروا لها الثالث هو الفينانسما صدير التمويل اللي فيه عنصر أساسي خطر مشاريع هذه مشاريع رأس المالية طلب أموال كبيرة جدا وهذا هو ربما السؤال كيف سنمويل هذا المشروعين المشاريع هذه هي تمويل مع شركات شركات أجنبية نفس يعني نفس النموذج اللي أخذناه في تطوير المحروقات يكون نفسه النموذج اللي فيه تطوير الإدروجين كما تعلمون الإدروجين حاليا هو سعيد تكلفة وهي عالية جدا ما يمكنش نفس البترول والغاز بعيد جدا وبالتالي لابد أن تطوير تكنولوجيا يجب أن يخفض من تكاليف تعوى المستوى المتوسط البعيد بيكون يعني يكون يكون له مكان في السوق الدولي من هذا المطالق نحضر من جانب يعني من جانب التقني من جانب العلمي من جانب تكنولوجيا لأن تكون هذه استراتيجية مبنية على أسس أن نكون كل دراسة كل يعني تطوير هذه الشعبة يعني ثلاثة قيمة الشعبة تكون مندمجة في السوق الوطني يعني سواء الدراسات سواء بناء المصانع بروكيرومنت لصناعة المدخلات هذه الصناعة الإلكتروليزير يجب أن يكون مصنعا جزائريا بالتالي يجب يعني نكون نتحكم في كل تكنولوجيا تطوير هذا والذي نأخذ يعني الوقت نتعنا نحضر هذا المناخ الاقتصادي لتطوير هذا الشعبة نحن نرى نمشين في هذه الاستراتيجية كان مشاريع الآن رحي قاعد الإنجاز مجاريع تجريبية مشاريع بين أربعة وخمسين ميجاوات في كل يعني في كل مرحل يعني القيمة سالسة القيمة تطوير الهيدروجين سواء تطوير إنتاج الكهرباء أو إنتاج الهيدروجين لكي نضخ والله كي نستعمله في نقل عبر الأنابيب مشروع ثانية مشروع تجريبي وعلمي وتكنولوجي ومشاريع أخرى لإنتاج يعني الهيدروجين يعني الجزائر تتجه نحو الهيدروجين الأخضر وليس الهيدروجين الأزرق الهيدروجين الأخضر نعم نعم طيب بخصوص السوق هل فيه سوق يعني في أوروبا الآن حاليا بخصوص حاليا ما وش موجود سوق يعني حد الآن يعني هناك يعني طلبات يعني خاصة وين طور الهيق السوق يدخلوا في طيران لأن هناك قوانين دولية نعم لتجبر الشركات العالمية أن تستعمل في 2027 خمسة بالمئة من الوقود النظيف مبني عن الهيدروجين وبتالي لازم نحضروا لهذه المرحلة تدريجيا وشركة صندراك هي تنضربها تدير مشروع تجريبي لإنتاج كمية لكي نوفرها لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركة التاصيلي أو شركات أخرى اللي تكون تمول من السوق الجزائرية بالتالي هذا السوق يبدأ في 2027 هناك اتفاقيات مع شركات ألمانية اللي هي تقترح أو تقدر تشتري كل كل ما هو متعلق بال هيدروجين الأسميدة الأزوتية لأسميدة الخضرة يعني المبنية على هيدروجين إذا عندك إنتاج في 2000 حيث قمنا بإنتاج إن شاء الله في سنة سنة 2027 هناك شركات أجنبية اللي تقوم بشراء هذه الأسميدة رغم أنها تكون سعرتها مرتفع لكن هذه عوض أنك تتعمل البترول والغاز راح تتعمل الهيدروجين الأخضر اللي يمبني على الطاقات البديلة واللي ما عندوش آثار على البيع سفر آثار على البيع هذا هو الميزة في الهيدروجين الأخضر وإن شاء الله على المدون المتوسط هذه المشاريع تكون لها طالب وهي اللي ترفع من اقتصادية المشاريع هذه نعم طيب